ولا موجود ولا مولود فإذن هذا هو الدليل ما يسموه الدليل العقلي الذي يفترض وجود الإمام الثاني عشر وولادته قبل النظر إلى الواقع التاريخي وربما كان الشيخ الأيرواني أول من يعترف بصراحة بعدم دلالته بصورة مباشرة هذا الدليل العقلي الذي يقدموه يقول هذا ما يعني دلالة مباشرة وإنما بالدلالة الالتزامية يعني منا ومنا نجيب يعني بالتالي نثبت الشيء ولكنه هو أول شيء قال هذا بالدلالة الالتزامية ولكنه لن يكتفي به فقط وإنما أضاف إليه سبعة عوامل أخرى يقول إنها ولدت لديه اليقين بمولد الإمام الثاني عشر خلنشوف هذه الأدلة الأخرى ما هي يقول ومن تلك الحوامل إخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم بأنه سوف يولد للإمام العسكري ولد يملأ الأرض قصة معدلا ويغيب ويلزم على كل مسلم أن يؤمن بذلك هذه أحاديث ذكروها بعدين الإمامية الثانية عشرية اللي ألفوا هذه الأحاديث فيما بعد ويستعرض الشيخ الأيرواني مجموعة أحاديث بهذا المضمون نقلها الشيخ الصدوق في القرن الرابع توفي سنة 381 بعد مئة وعشرين سنة من وفاة العسكري في كتابه إكمال الدين ثم يقول الشيخ الأيرواني يقول هذا فقط ما يرويه الشيخ الصدوق ولا أريد أن أضم ما ذكره الكليني في الكافي والشيخ الطوسي وغيرهما وربما آنذاك يفوق العدد الألف رواية ألف رواية وأكثر من ألف رواية موجودة في هذا المضمون وبهذا المضمون أو قريب منه أحاديث كثيرة وبعض الأحاديث تذكر أسماء الأئمة صلى الله عليه واحد واحد يعني وهي تشكل في الحقيقة مئات الأحاديث في هذا المجال وبعد هذه الكثرة فهي من حيث السند متواترة لا معنى للمناقشة فيها ألف رواية يجيب أو مئات الروايات يقول هذه صارت متواترة فبعد ما يحتاج الناقش فيها أن هذه الروايات منين جاية وهي واضحة غير قابلة للاجتهاد وإلا كان لكان ذلك اجتهادا في مقابل النص طيب أنت من قال لك هذه صارت متواترة يعني ألف رواية بس نجي نشوف الشيخ المفيد يقول له مليون رواية وإحنا نشك بها هذه ما تعتبر متواترة ألف ألف حديث لو تجيبونا وكان في شك احتمال الوضع والتزوير والفبركة فما يمكن أن نصدق بها هذه الروايات فهل هذه الروايات من هالقبيل اللي أصلا ما يشك بها أحدهم في العالم لو إحنا رأسا يتهمون دول الشيخ الكليني والصدوق والمفيد أن أنتم قاعد تلفقون روايات وتجيبوها على عقيدتكم تسندون فيها عقيدتكم فهو خلص ما يفكر ما يتوقف هنا حتى يشوف هذا فعلا هذه الروايات تحقق التواتر أم من جهة مشبوهة قاعد ترويها وإلا أنت